وأضف شكري خلال المؤتمر الصحفي أنه تم بحث عدد من أزمات المنطقة العربية منها القضية الفلسطينية وتطورات الأخيرة وأهمية وجود تهدئة وعدم التصعيد وضرورة إيجاد الإطار السياسي اللازم لإنهاء الأزمة على أساس حل الدولتين وأشر شكري أنه تم بحث الأوضاع في ليبيا خلال محادثاته مع نظره الروسي بالإضافة لجهود القاهرة لدفع إجراء الانتخابات في البلاد في إطار المنطقة العربية تناولنا الخضية الفلسطينية والتطورات الأخيرة والأهمية لوجود التهدئة وعدم التصعيد وامتناع عن الإجراءات الإحادية التي تؤدي إلى تعقيد الموقف وضرورة إيجاد الإطار السياسي اللازم لإنهاء الأزمة على أساس حل الدولتين إخامة الدولة الفلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية وضرورة تكثيف الجهود الدولية والطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته وفقا لمقررات الشرعية الدولية للتوصل إلى حل نهائي يحافظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني كذلك تناولنا الأوضاع في ليبيا والجهود التي تبزلها مصر من أجل إيجاد توافق ليبي ليبي يؤدي إلى انتهاء المرحلة الانتقالية ويقود إلى انتخابات يعرب فيها الشعب الليبي عن إرادته ويقيم حكومة تمثل مصالحه وتنهي من تواجد القوات الأجنبية والميليشيات وتعيد مقدرات الشعب الليبي إليه